المز، قليلة الأدب، المنبوذة، الغلبانة، غريب الأطوار أهلاً وسهلاً بكم في عالم المتحولين الجدد فيلم مصنف لمنهم فوق 13 سنة مع أنه في تولز بينزبوسوا بعض ويستحموا سوا يالا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائماً بخير صحة وعافية راح أعطيكم خبر إذا بدأت أحرق غير كذا خلوكم معنا الفيلم هذا كان مفروض أشوفه في السينما الصادة في وقتها إني كنت مرة مطفر فأقلت إيش بخيرة مدري كيف صراحة نسيت أنه موجود في السينما وكذا انشغلت عنه بعد فترة تفاجأت أنه نزل بنسخ رقمية أقولت يالله كويس تعالى نشوفه مع أن التقييم يجيب المرض بس مو مشكلة لما أنا كنت متحمس للفيلم بالذات لما تكلم عنه في سنة 2018 وهي السنة اللي كان مفروض ينزل فيها 2018 مع الخربطة اللي صارت مع ديزني ومارفل وفوكس شي لهذا حقي وهذا حقك وهذا وليا حقكم زي البزورة قالوا أنه في النهاية تكنسل الفيلم مع المشاكل هذه وقالوا إيش بيعرض في 2019 قلنا يالله كويس بعدين حصلت خربطة ثانية وتأجل لنهاية 2019 قلنا يا عمي خيرة وبعدها مدري وش صار وتأجل إلى 2020 قلنا يالله إن شاء الله إيش التأخير هذا في النهاية يجيبو لنا كده فيلم مع الضل وبعدها جاء فيروس كورونا وتأجل مرة ثانية لأجل غير مسمى الزبدة يا جماعة تأجل مرة كثيرة أنا ماعرف صراحة وش نسمي اللي حاصل بس واضح أنه الكون جالس يتواصل معاكم يا صناع الفيلم الكون جالس يقول لكم فيلمكم خايس لا تنزلوا كنسلوا عيدوا تصويروا تصرفوا وكتبوا من جديد الجماعة ما يفهمون الكون كان يتواصل معاكم بس أنتم مدري كيف المهم من كم شهر نزل الفيلم في صلاة السينما ويحزلوا إيش اللي صار أول شيء بلع تقييم خمسة من عشرة على موقع ام دي بي ولأني مرة أثق في موقع ام دي بي صراحة أنهرت كذا زعلت خلينا نشوف الأرباح أحكيد أنه حقق أرباح على قل شفت والله حقك خمسة واربعين مليون دولار كويس بس كم رأس ما لك يا ولد خمسة وستين مليون أحا يعني خسران في التقييم وخسران في الإيرادات قلت برضو يا عمي أنا إنسان محب لمارفل والعالم الإكس من بشكل عام وهذا الفيلم بداية جديدة لعصر المتحولين الجدد أو الإكس من الجدد لازم تشوفه يا وجيه حتى لو تقييمه سيء حتى لو أنه خسران ما عليش أنت تحب العالم هذا تحس إن شاهل طبق بيض عارفين؟ يا رب يا الله يا كريم لا يطيح وكلما قطعت شوت في الفيلم كده يبدأ الطبق يهتز أول عشر دقائق تعني عشر دقائق ثالث عشر دقائق يا الله يا كريم تربج طاح الطبق تكسر البيض توسخت الأرضية وصار الفيلم كده مدري كده صار مخربط كده خربوطة تحس المخرج كده حاول يمسك زمام الأمور يا الله يا كريم بعدين قال سوي أي شيء يا مدير خلصوا هذا الفيلم يا جماعة وفكونا فريق الانتاج يقول له طيب القصة يا مدير تكفى تأوي أي كلام يا عزيزي أنا المخرج مو أنت طيب التمثيل أشد على الممثلين شوية خليهم يجتهدوا يا أخي فكونا خلصوا لنا الفيلم الملعون هذا يا مخرج يرحم والديك أقول لك لا تسب أنت المخرج واضح إنه صار هبدي يعني ألم إنه ميش خلصوا الفيلم سوي أي كلام يا مدير وخلاص طيب اللي ما يعرفون وش قصة الفيلم كده ببساطة واحد لاتيني مع الضل كده بس ديكور يعني تحسوا كده جايبين وديكور واحد أمريكي خبل كده لا هذا الممثل أصلا مسكين دائما يجيبوه على إنه خبل ما يجيبوه على إنه قوي ولا يجيبوه على إنه ولد كده لا لازم خبل ترى الولد ما بوشي والله يعطوه أدوار ترى كويس وبعدين يوعد البنت هذيك اللي معه أموره طيبة بس كده الأدوار وبعدين عندنا واحدة أوروبية شوية انجليزي كده شوية إيرلندي ما تدري إش لهجتها بالضبط واحدة كمان من أصول هندية واحدة يبدو إنها روسية واو أنا روسية قوية مرز علانة ومتنمرة بس كان باقي يجيبوا واحد عربي واحد أفريقي واحد أسيوي وخلاص يكونوا حققوا شروط الأوسكار ويتقدموا للأوسكار ويفوزوا لأنه هم الوحيدين اللي حققوا الشروط إلى الآن المهم يا حبيبي الخمسة هذولي مجمعين في مستشفى الأمراضة النفسية لو صح القول وكل واحد منهم عنده قوة خارقة مرة مرة قوية قواهم كل واحدة تقول أنا أقوى بس محبوسين والمخرج عاوز كده وتشرف عليهم طبيبة يفترض إنها تعالجهم أو تعتني فيهم إلين كل واحد يكتشف قدراته ويصير كويس وبعدين تقوله يلا تفضل هذا اللي المفروض يصير بس صارت أشياء ثانية هذا القصة يعني كده ببساطة والفيلم مصنف أكشن رعب خيال علمي أنا عارف ليش رعب بس أتوقع هذا أغبى رعب ممكن الواحد يشوفه ما في شي خوف كده بس أشكال يخوفوا بس الطالع فيهم كده تقوله هه ايش بك كده يا أبويا ايش هذا في حد مزاعي لك المهم يا جماع أنه كقصة كويس كده لما تقرأ القصة في البداية أوه كويس والله القصة تحمس وممكن تشد البعض أنا شدتني للأمانة بس بعد ما شفت الفيلم لا والله القصة كويس بس تنفيذ أبريال طيب يا وجيه خلصنا هل يستهل أشوف الفيلم ولا لا الله يشوف يا حبيبي 2020 ترى ما في خيارات كثيرة ايش عندك ايه واشوفه انت خسران حاجة شوفه يا حبيبي الفيلم ما هو مرة واو ولا هو مرة سيئة اذا ما عندك شي يشوفه انا متأكد انه ما عندك شي يعني ايش بتشوف قول لي ايش بتشوف ما في شي أما الآن عزيزي الوجيه حان الوقت انك تقفل الفيديو يا عيوني لانه راح نبدأ حرق واتوقع اني ما راح اطول في فيديو وكذا بسوي كل شي سريع سريع طيب بالنسبة للقصة والأحداث مثل ما قلت لكم القصة والأحداث بدأت بشكل كويس وحبه حبه بدأ ينهار الفيلم كذا ويتفكك كل ما تمشي في الفيلم كذا ينهار ينهار الين يصير خلاص تحس انك كذا قاعد تابع شي خربوطة فجأة كذا الموضوع صار بوس أحضان استحمام سباحة وتنمر ومدري وش انا في البداية قلت يا عمي الفيلم هذا مقدم العالم الاكس من الجديد ومجرد بداية يصبر عليهم ما عليش بس والله لما شفت الفيلم كذا بدأ ينهار قلت لا يا حبيبي هذه بداية سلسلة جديدة وفرع جديد من عالم المتحولين لازم تكون البداية كويسة وجمهور اكس من مرة جمهور كبير وعريق وانا يا جماعة ترى مرة احب سلسلة اكس من مرة احبها تابعت السلسلة مرتين والله مرتين تابعتها لما كانت تنزل بالتسلسل وبعدين تابعتها من جديد كامل كذا مرة احب السلسلة حتى ان بعض الافلام صحمي كويسة خلاصة الكلام يا جماعة الفيلم ضعيف كتابة اما بالنسبة للتمثيل الله بالخير يعني انا متأكد ان الممثلين يعرفوا يمثلوا بعضهم مبتدئ بعضهم قاعد يحاول بعضهم كويس بس للامان الادوار ما تخدم قدراتهم مرة ما تخدم قدراتهم او خلينا نقول النصوص او كتابة شخصياتهم كانت مرة نائمة يعني كلنا نعرف ميزي وليامز بدور اريا تمثيلها كان ابن ستة وستين كلب في غيم او ثرونس بس هنا ايش هذا انتي كيف كده حتى الممثلة انيا تايلور والله البنت ممثلة ولها ادوار تشهد لها بس برضو النصوص حقها كان بريال ومرة بالغت في اللهجة السوفيتية كده مستفزة مدري الروسية اوه 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 بس اوه ما هي على رتم واحد يعني مشهد المخلوقاتها والرجال المقنعين هذوليك مرة نايم مرة نايم تحسهم كذا خارجي من بلاستيشن تري باين النمو حقيقي بس مشهد الدب العملاق صراحة كان كويس يعني صدقا صدقا عشان ما نظلم الفيلم وقوة آنيا تايلور الخارقة يخرب بيت أمها مرة رهيبة مرة رهيبة كيف انها تقدر تدمج عالمين في عالم واحد والسيف والدرع مرة مرة فخم مرة فك حتى مجاهدة القتالية اللي لمانا مع الدب كانت واو إبداع خوينا ذاق قال هه تفع تزوجها قال لد مين انت تقال لد مين أهجوم العمالة قادس وقم علينا انت لا تقعد تسرق النصوص يا مقرج وخوينا المولع هنري زاقة لما تصير جنب بنت ما يقدر يتحول أو ما يقدر يتحمل ويتحول إلى كومة نار قوة وكذا مرة فخمة بس إيش الفائدة نصك أبو كلب ودورك كذا مزهرية يعني كذا تحسوا وجود إيش تحصيل حاصل تعال كمل عدد وصديقنا الثاني تشارلي نفس الشيء ماعطوه حقه غير خلوه يصفق نفسه كذا فوق تحت ويكسر عظامه بنفسه برضو كذا تحصيل حاصل يعني للأمانة تصريط الضوء كان كذا على الليزبيانز أوه تو ليزبيانز والأخت المتنمرة الباد أس بس تدرون إيش أنا قلت يا أبويا 2020 معاد في شي طبيعي طبع طبيعي أي شيء يصير في 2020 مرة طبيعي العاد كذا العاد تستغرب كذا صرنا أصلا 2020 خلاص وأتمنى حقيقة معاد نشوف هبد زي اللي شفناه في هذا الفيلم مستقبلا لأني مرة أحب سلسلة إكسمن والله مرة أحبها وأتمنى لو فيه فرع جديد لهذه السلسلة يكون على الأقل متوسط ما نبغاه مرة واو بس متوسط يعني شيء شاف بس والله سامحوني بس مرة نزعلانه والله من الفيلم هذا وكنت متحمس له فجأة كذا خيبة لا تنسى تسوي لايك وتشترك في القناة لو من تمشترك كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم